لم يمضي يوم على تحذير أمين عام الوكالة الدورية للطاقة الذرية رفايل جروسي من أن القتال المتزايد في محيط منشأة زابوريجيا يجعل تأمينها مهمة صعبة حتى استفاق جروسي على خبر تفجير سد نوفا كاحوفكا الذي يؤمن مياه التبريد للمنشأة جروسي الذي سارع لإحاطة مجلس المحافظين بتبعات ذلك على المنشأة النووية قال إن مياه التبريد من خزان السد ستتوقف بعد أيام ولكنه تحدث عن بدائلة تؤمنها بوركو تبريد مجاورة للمنشأة النووية تكفي لبضعة أشهر من الضروري أن تظل بوركو التبريد سليمة يجب أن لا يحصل أي شيء يعرض سلامتها للخطر لذا أدعو جميع الأطراف إلى ضمان عدم القيام بشيء لتقويض سلامتها العواقب يمكن أن تكون خطيرة السفير الروسي ميخايل أوليانوف الذي أراد الاحتفال بيوم اللغة الروسية في مقر الأمم المتحدة في فيينا وجد نفسه مضطرا للتحدث بالإنجليزية وليس بالروسية كما أراد للرد على دعوة جروسي جميع الأطراف تأمين بوركو التبريد لا يحتاج الأمر قول إن كل الجهود ستبذل لتأمين الأمن النووي والقول إن روسيا تعرض منشأتها النووية للخطر هو أمر سخيف نحن أسسنا الوكالة الدولية للطاقة الذرورية كنا من الدول المؤسسة وبالطبع دائما نتعاون مع الوكالة ونتوقع أن تتعاون الوكالة معنا وفيما ترقب الوكالة تأثير تفجير السد على محطة زابوريجيا دقيقة بدقيقة كما قال جروسي تحشد أوكرانيا هنا أيضا داخل مجلس المحافظين لردود دولية دين روسيا التي تتهمها بتدمير السد فور انتهاء عمال مجلس المحافظين هنا نهاية هذا الأسبوع سيتوجه جروسي فورا إلى منشأة زابوريجيا في زيارة كان مخططا لها مسبقا ولكنها الآن باتت أساسية كما قال في محاولة لاحتواء أي تصعيد محتمل يخشى أن يتسبب بكارثة نووية راغدة بهنام العربية في يننا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر